ومعت قوات الاحتلال الاسرائيلي وقفة نظمتها القوى الوطنية وفعاليات مخيم الفوار لمواجهة المحاولات لتصفية وانهاء عمل وكالة الغوث الدولية الشاهد على نكبتنا وعلى جريمة العصر بتهجير شعب من أرضه يعاني أبناؤه اليوم نتاج سعي المتأمرين لانهاء خدمات الوكالة لتتحول المخيمات إلى مكرهة صحية تنظر بكارثة وتوقف مسيرة التعليم التي أودت إلى تجهيل جيل كامل اليوم نتعدلنا المئة يوم نصلنا 110 أو 109 أيام بدون أي خدمات تعليمية وصحية وبيئية أعطيكي مثال مثلا مخيم الفوار منذ أكثر من مئة يوم لما يتلقى طلاب الصف الأول للتاسع التعليم الأساسي الإلزامي ونحن دخلنا في الأطل الصيفي الآن يعني أن العام الدراسي راح على هذول الطلاب الفاقد التعليمي لا يمكن تعويضه بالإضافة إلى طلاب كلية العلم التربوي في رمالة تابعة للأونروا ثلاث أربعمائة طالب وطالب جامعيين دبلوما باكالوريوس فقدوا العام الدراسي وهذه كارثة كارثة تعليمية بالمستوى الحقيقي كارثة تضرب مخيماتنا منذ أكثر من مئة يوم بتوقف جميع الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث الدولية حيث توقفت خدمة الصحة والتعليم والخدمات العامة بسبب إضراب اتحاد العاملين العرب في الوكالة للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي لم تتعاطى معها إدارة وكالة الغوث على المستوى البيئي مخيم الفوار من مخيمات الجنوب وهو العروب بنت جومية 12 طن من النفايات والوكالة هي المسؤولة عن جمع النفايات وإخراجها خارج المخيم لعدم وجود مكبات للنفايات هذه الأطنان تراكمت في أزقة المخيم وفي الشوارع الرئيسية سببت مكارة صحية قاتلة وأدت إلى انتشار بعض الأمراض الجديد في المخيم نهيكي أن بعض الشباب لتراكمها ووضح المزعج قاموا بإحراقها شكلت الدخان المنبعث عبارة عن قاتل في داخل المخيم وقربها من مناطق التجمع المياه أيضا قد تتصرب إلى المياه وتلوثها فنحن في كارث صحي قاتلة عيات الوكالة مغلقة منذ أكثر من مئة يوم مخيم الفوار والعروب يعتمدون بشكل أساسي على عيات الوكالة في أدوية الضغط والقلب والسكري وهذه أمراض مزمنة لهم ملفات يومية وأسبوعية لم يتلقوا الدواء اللازم منذ أكثر من مئة يوم مجموعة من الخطوات الاحتجاجية اتخذها المواطنون في مخيم الفوار وأخرى سوف تكون في مخيم العروب أولها قراروا إغلاق مقر اللجان الشعبية وتجميد عملها كي لا تكون بديلا لوكالة الغوث وإعلانوا الإضراب الشامل مع إغلاق شوارع المخيم الرئيسية احتجاجا على ما وصلت إليه الأمور عرين العمي الخليل تلفزيون فلسطين